موسيقى موسيقى رحمة المدين أنا عايشة في أوروبا في أمستردام هذه دبقى خمسين سنة هاجرت مدينة الطنجة وأنا عندي استاشر عام متجوجة والحرمي دائما كنت كنت من أخصي من الخارج كنت أخاف كان عندي شوية شكوك إذا كنت نعيش في المغرب يمكن أن نضغط بها شوية دائما كنت مبدلة على الإخوان دائما كان موالدة للرحمة أنا لديها سبعة لواول استد بنات والولد وستد بنات كانوا كمين كنت ترحوش أسئلة بزاف حالي وأنا دائما كنت في صراع مع الأسئلات والصراع ما بين الفرق ما بين البنت والولد كان عندنا أخ واحد ودائما كان عنده والحقوق كتار وأنا كنت دائما كان نتصارع مع أحمله كان تخرج الوالد وكان نضرب فيه الصح باش نقول له بأنني صحيحة في حاله كان الكره كنا نحنا في واحدة جبل عن جديد الله أرحمه وكانوا تم ثلاثة درجة الوالد ووجود خال الخوطة ماما وهو ضربني ضربني مساقم وحقا مالك وحقا جبل قراءة وضعك ثلاثة درجة في خاطر مرة نهائيا وقلت له باش نتصارع لا أخي كنت دائما عندي والأخ عندي أصدقاء أو صافي ولكن في الصغر هو السبب من أولاد والآخرين هي اللي شخصية ديالي تكونت ملكوت في المغرب ومعندي حتى شي حاجة غير شخصية ديالي تكونت بأنني دايما كان عندي المنافسة مع الرجل لحد الآن حتى نموت ولكن مصارعة مع الرجل في الحاجة ليس شي حاجة خيبة ولا ولكن كنقول دايما لأمل هو تاني ممكن لنعمل في حاله ولا أحسن منه ولماذا كانت سارعة مع الرجال؟ لأن الرجال تبارك الله توا معه وتاني كيوصلوا الكاركتر ديالرجال والكاركتر ديالنساء الطبيعة النساء المرأة تجبرك تفكر مئة وعشرين نوبة عاد باش تخطط كيكون ضاع ديك الحد الرجال الليه الرجال كيفكره كيشوف الحد كيم بام وتالي خسره كيخسره كيقول لك وانا كنت يأكد أنا كنت مأكد سبعين ستمانية في المئة وغادية ولكن كي يزعموا ونحن نساء الله كنت تعطلوا مفكروا مفكروا هدا المرأة الطبيعة ديالنساء كنقول له ما ننساء لرجعوا يحكموا في العالم ما غايكوش الحرف على قيب النساء كيفكروا مئة آلف قبل ما يقعطوه كيقول لك مئة تفكير ولا تغطيعوا واحد تغطيعوا بالمقاس وانا اللينا كنت عندي الكاركتر ديالنساء كيقولوا لي بعن نوات الأصدقاء ديالنساء اللي يتم ديالهولندا كيقولوا لي انتنا مرأة شارمان تفرع المرأة ولكن انتنا مصامم ديالك عندك ديالقوة دياله وكان حبهم وهم كنستعمل غير معهم وهم اللي انتشحوا نتا في العلاقي بالمشكل ما بين المرأة والراجل في العالم ما شغل هنا في المعالم الراجل ديالما كيساعد ديالما كيمدلك اليد احنا النساء خسارة باقي معنا شي كمدوا اليد اذا شوفوك طلع شوية شوية كتاق باش كيهبطوكوا نتاحت رجالي لا انا ما كدب اخدام معهم كيكون بعن نوات شي حد وجد في اجتماعات غيك يسمعوا شي حد كان يبقوا يسيبوا الاسمات على الطابلة اصحاباتهم ولكن اكتفش اجتماع ديالنساء وكانش حد شوية بلاس اخوات ولا شي برويكجا ولا لا او مرأك ما تسمع المرأة تقول انا انصفة فاطيما ولا انصفة سعاد ولا لا كل شي وانتشي جربت وتتوصح انا بستعشر نعم في الحياة ديالي وانا كخدم ويجوز النوبة تعاونوني النساء تبقي غير رجاليك تعاوني يعلى قبل الاسر كيك يعجبهم يعاونو احنا بقيم فينا ديك خسارة بقيم فينا ديك يا شويس خسنا غيب يدنا لقابلك انا هدى ديكوسي هدى كان عمله في غلندا مع النساء تماما كنقول لهم علش زعمك ما كانت تحدوشي باش انا كتقول لي كيقول لي ماشي كلهم بعض ما كيقول لي وانتينا شكل يعاونك تينا بديك نجحتي الراسك لاشغدين يعاونوهم يعاونو الراسهم وهدك ما كنبغيش نسمعيانا لا اختيك تعاون دائما اختيك تعاون راتشي واحد مما تعاونشي انا لحد الان لحد الان كي يعاونوني ولا احتشي واحد كنعاوت له اختيك 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 عندك سيد او عندك المدير او بغيت ان ندخل صمان تخدم كيف تعمل لي تعمل لي اطلقني مع هادى وحنا بقي ما كان عمو ثانيا النقطة عو ثانية اللي مهمة بالنسبة للنساء النساء ما كيزعموش باش يطلبوا معاونة بحى الرجال رجال كيطلبوا معاونة دايما كيقول لك اه انا هنشوف صديق دياري هنشوف هادا هادا هنشوف هادا احنا الاغلبية عاوت ما كيعجبنا شي كيعجبنا بيحتو بيدنا بلا من انا اللي انا عندي كاركتر ديار رجال مليك اغسني شي حاجة كنشوف هاداك المرقص علي وشان هذا كنشوف هاداك المرقص علي وشان هذا كنشوف هاداك صديق يقول الله خليك صافت الواحد من اللي قلو انا اعجيل عنك هاداك تعلمتها من رجالة ماشي من نساء الوليد اللي رحمه احتوى كان امام فخيف الجامعة ليبرال ما كانش مضغوط علينا بزب كان كاي دايما كيقول لك انا الواجب ديالي غادي نمري نبناتي نولدي اللي قل الله فعلا وبركالإسلام ولكن الليلهم هما باش غادي قرروا عمور ما ضغط علينا فهمتوا ولا وانا ديك السرعة اللي كان عادي السرعة كبير مع الوليدة ديالي على قبل دايما اخسني انطرح الاسئلة ودايما اخسني انعرف علاش هادا وعلاش هادا وعلاش هادا وعلاش هادا ويا كانت ما كتستطعش ديك بالبحث اللي عندي ويا كانت كميرا من يأتي الواجب قلت تشكره قالوا رحمه ما كتستش ماشى رحمه ادي وشنو كان كامل هو اللي يعطاني القوة عاو تاني كتار هو قال لك يقول مرحمه هي البنت الذاكيه اللي عنا فضار والبنت القاوية ولكنتم ما كتستفهمو هاشي وانا من اي قنش نحس الواجب كتلى اللعبية ويشكرني هيدا انا عاد كتزيد الاتيقة بالنسبة للوالد هو اللي يطاني تيقى كبيرة وكن طلب الرجال دائما خصوم يعاونوا ولادهم أخاس البنات ألاقي بالبنات دائما كيكونوا مساكن كاي لحد الآن وخات حسن الأحوال كثير بزاف في الحياة دينا الحمد لله الوقت ده بما شو وقت دينا دينا 65 و 70ات وانا بديك الأهد هادا كنا خلقت تتعوده 50 كالوقت بدل ده بتوقيت الوقت تحسن أكتر ولكن باقي هكي باقي الضغط شويش لكن طلب الله البنت دائما خصك تعطيها ثيقة في نفسها وتتكلم معها ما شغل أم ديالها الأم دائما كتتكلم الأب باش عطيها ثيقة ووريها أعطيها الناصيحة وأخصها ده الوقت ده تبدل كثير الوقت دينا كان سهل على دابا الوقت ده بدي الشاب بالدابا مساكن بدي انترنت وهات مصائب اللي رجعت صعب عليهم لو شخصك دائماك وعندك الحوار مع أولادك هاي لك عندك الحوار مع أولادك ودائما تبارك الله دابا البنات هما بيدهم تحسن الأحوال ديالهم العقبة لشنا أنا كنشوف لها في أوروبا ولا بتهنائي البنت كنت كتشوف قبل كتقول لك أنا الواليدة مكرفسة وأنا زيدة زيدرة احنا كنعرفوا التخافة في العالم كاملة هما تبارك الله البنات دابا رجعوا كيكافحوا باش وصلوا مع مرتبة احنا عنا في أوروبا يمكن 40-50% مغاربة اللي في الجامعة كيقول لك أنا خسني المرتبة البوزيسي ديالي كنحسن الواليدة وشنو البوزيسي ديالي كنحسن الواليدة يا الاحترام من الأمهات واحترامتين الرجال المرأة إلا بغت تكون محترمة ما عند الجوج ديالة أنا كنشوف هذا الراجل الجوج ديالة أولا تربح قده ولا من الأحسن كتر منه وليك تربح الراجل كتر منه كيكون الحب الصادق ما كتكونش يقال سمعها بأنه هو ولكن المرأة ما بغتيت تخدم يقرت النفسة قالت أنا مخشيش ينخدم هديكو حرية ديالة وثانيا أنا كنقول أنا المرأة أو أي واحد اللي غايدرس دراسة مهمة دراسة وخا ما تخدمش بها غا تتربي أولادك بها تربية حسنة وعاو تاني كنقول الشباب والناس دايما كنوا عن اكتخان كافية في نفسك الاقبال وخلا ما قريتي شي أعاطيك الله الدكاء أنا ما قريت أنا قريت سغيب سيدائي وشي حاجة هكا ومي طلعت من هولندا قريت سمع شي حاجة ديالة القرية ولكن أعاطيني الله الدكاء ولكن كنستعمله الأقبال يجب أن تحركه يجب أن تكون دايما عندك واحد الحلم والدكاء وتخطط أنا عندي واحد صديقة هولندية ديالة كاتموديرات من دراسة كاتتقال معايا ديالس معايا كاتقول لي رحمة ما كاتعيشي من نفسك بأنك تينكاتخطط تقول أنا ما قدرشي نعم غين نتمشي هيدو صافي ولو ما نخطط عندي دايما تخطيط ما بين 3 سنين و 5 سنين هي قرية هي خدمة هي تجارة هي دايما كقول إن شاء الله من دابة 3 سنين ما كان زيتشي على 5 سنين دل برويكت خسنين نعمل شي حاجة أخرى وهادك اللعودت قمينا بتعطي العهد لنفسك وكاثق بأنك هديك الساعة Decina فيدك تتحرك أكثر وإذا ما عملت شيئا تكصر على الحال من دابة الإنسان كي يستعمل هذا هو في الواجبير يقول هذا العام الماضي قادر يدخسني ندخل مليون نفرضو مليون مليكا قادر بتقسني ندخل ولو ما كان عمل مليون و نص ولا مليون و 400 حتى اعرف ذيك مليون و لا تتعامية لا يصل وإذا عملت مليون وصلت بعمية هذه مجربة عندي دايما خسك بالهولنديك يسد لطه خسك دايما سلمت علي كثير ما تخليش يا حاني دايما خسك تقول أنا خسني طلعتما في هذاك العشرة باش توصلت تعمل لا ماشي ديرك لا ماشي ديرك مستحيل لقي بالأول خسك باش تدامج مع الدولة اللي هتعيش فيها خسك تدرس اللغة إلا مدرسيش اللغة تبقى دائما تحت سبط دائما حياتك كاملة بنا نحن بالأهديين هنما مكانوا شي يتعسلوا على الأدر كنا فيما امشون للترجمات والتي شارقين وبما امشون جدت على محاهمة يمشкон هذه التي في المحامغل كانوا مؤكدين بأن نصل حежесть أنا لم يترجم بأنني كما Theme ولا يتكبق أنا ليس وقت أفهمت لماذا أعفض فهمتاني correspondent نريضة في الدربsta من 75 إلى سبعة وسبعة وسبعين و جاءت أنت لم يكن أقرأ لك و لدي لغة و لدي لغة و لدي لغة و لدي لغة و لتعلم شي قصيب المعارضة و جبرت صعوبة كثيرة و خدمت في النظافة و ثلاثة و ثلاثة سنوات من بعد شافوني الشيفان وقطوني مرتبة عليها هذه اللولانية ثانياً مشيت نقرأ مشيت كم بقيت واحد صراع كبير مع الجو زيالي الله يذكره بخير كما خلانيش يمشي نقرأ يقول لكي باش أنا ما جيبتي مرة باش فيتخدم وتيتقرأ رقيب الخدمة اللي عطتها لي عطتها لي خدمة معه هو كنك يخدم في الفابريكا في النهار وفي العشية كم سيجيد واحد سوعة باش نقدروا نستطيع نعيشه المعيشة كانت كنكي ما كيربح شي مزيان كنت كمشي نخدم معه وانا كمي كيهمني شي مو يمخدم معه انا حملة عندي 8 شهر بنتي وميمة بايالي رئيسة في الشركة وولدي الكاروسو كنمشي نتموه كنتلقى معاه في الخامسة ونوص ماللي كنتلقى معاه في الخامسة ونوص وكنعمل نظافة كيتأثر علي يديك شي كقول انا ما هجرتش بلادي باش غنجي نعمل نظافة وكتر ما سنين وانا كخدم ما قلتاش الوالدة ديالي والعائلة ديالي ما قتلهم بأنني كخدمتاش ببارة حطو موبيل يا عاد قتلهم على قبل جا فشكال كباش انا غربت من السيطرة واجتي الوالدة ديالي أخدمت عباد الله النظافة مع الاحترام من الناس لا قبل أن عندي خدمة ديالي وكن أحترموها موبيل يعني قولوا الخدمة ديالي المغاري يقول لك اشتيه ها الدره هادي رح ماش بارته في الدم لا نحن مكننا نوصله في حالا المتيد والصح مهم اختي اختي نقرأ واحد صراع كبير مع القراء ما بغاشي قليك ممنوع ما راتي غادشي كاتت مدرسة واحدة فقام صدهم كاملة واحدة مدرسة وهنا بوحدة اللي كوت مغربية اما لنقدر لك لانا من الجيل الاول في اخر ساعة محبسني قلي ما غني شي شي عاو تاني تقيد سن شتو شهور عاو تاني مهم دخلت جات صعيبة وانا زيت هكا زيادا من اللي تخد من ديك النظافة وبديت كانت تخصص في شفو على ثمانية شفو على هدي جاتني ديك الخدمة سهلة شنو كنت كان نعمل كنت كان نخدم في الصباح من اللي كان ندي اولادين مدراسة جوج وما يمامارون كمشي نخدم واحد جود ساعة من اللي كي يجي هو انطرف العشياء وتاني كمشي نخدم هنا جود ساعة كنت كنخدم مربعة ساعة وف النهار على قبل ودي صغارين من الكريش ما ممكن لشي نخلصوا ما عندي لاختي ولا يما ولا يا هديك من الكبر ولادي شوية وواصل الضغط على قبل انا ما شبرت الحرية ديالي لاندي حق فيها الحرية مشي عوجة أخصكم يفهموني شي يقولوا طريقي لحريتي فمو Stress الحرية هنا كي ليس مسيطرة عليها مرأة هي اللي تحترم رجلها مرأة هياه هوا يقول يداب راس جودية يقولي انا نزلك تلتايل اره رجل مخافش عليك و هذوك الرجال اللي كانوا قبل كيقولوا له رحمة عطيتها الحرية بزاف غادي تخسرها كيقولوا له اللي كيطلقوا معه في الجامع كيقولوا كي نزلوا له السلام الرحمة ياريت كي كانوا عنا خمسة عشرة ولا خمسةاش منا كيشوف كدخلوا نيوتيوب كيقوا فتفرجوا هم تقول لا انا قوصة صعيبة على قبل ان كنت من جلوه الجلوه كانوا ناس كاملين عندو محتفكير اخر الاغلبية الناس اللي كنا كنتمشيوا معاهم منها كانوا جوهم البادية ثلاثة اللي كانوا جاوهم طنجة ماشي كان احترامي للنس البادية كاملين و كنشكرهم بزاف و النساء و عندهم قوانيهم و اللي كيخد مكتر من جلوه في البادية ولكن انا ما تفهمش معاهم على قبل انا كيف طلحت خدمت كيف طلحت شيت من دراسة كيف طلحت شنو بديت كان ديرت ما هذيك اللي خرجت علي كنت مالي كانت لقى مع ذيك النساء ثمانية عشرة نهار السبت اللي كيكونا جمع مع بطينا كيف طلحت نعطيهم النصيحة كيقولهم مشوا تخدموا مشوا تقروا ما تخافوشي را رجالي لكم ممنوع حديوكم شنو كيعملوا ديك الغزلان ديك النساوات كيمشون عند رجال ديك اللي كيعودولهم كيعمشون عند رجال ديك اللي كيعودولهم فيعودولهم كيقولوا غزوينا هذ المرض بباشر غاز بزادنا نسا دينا في اخر ساعة منعون الرجال من النساديين ما يهضروا معايا مهم خمستاشر عام لكيفة دي جي هاد خمستاشر سانة ديك ساعة صافي ديك ساعة اللي ما بغوش يهضروا معا قل الله يهنيكم شابوه مشيتنا عندهم عمري مرجعتنا عندهم لحد دي الان ده بكيش كيش 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 بطول السلامة وشو لا تتوفاشي واحد ولا مريتش واحد هذيك الواجب ديالي كان عملو وصافي ديك ساعة اللي جاو جايلة قلت له اسف سيل باشي عند وجه الحاجات ولا تhourجو هكذا اما هكذا هل تأخير على الصيف إما كنتم irregularهم لاتنعذن اللي كانت عنهanne إيقذ نهي الخدم نحيحان ارود علينا كلغني اي săخوص حقا بعيد ربي ولدا ما بغيت شي اردت من وجه شكه لقد كانت عن القامل تبقيتها هكذا ن 말� SAS وانتي تمسئل الوالدين ديالي مغير بغوليشي وزيد 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 صافي ديك ساعة عموري منساهر مكتبتها في السابق قال لي غو مشي انا عندي اتقال كامل ديك ساعة زيت سبارك الله تضع 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 مهم خدمت تماعة وثاني من دخوت نخدم ورجعت أسيستنت أعطي خمسة سنين راسي قد خمسة سنين الى ما عطوني شي غادي نمشي كنت كان بغير نقرأ واحد المناجمت قبل ايدين ديال الباكالورياء فالشاركة كنت تخدم فيها في اخر ساعة كنت عندهم مشي حشي مشاكل في الخدمة بغي بدلوا سيستام ديال الخدمة انا قلت صافي غادي عطوني انا مناجر راقبة خدامت انا كنت لولا نيافة في الاسيستنتة بقى عندي الوراق ديالهم في اخر ساعة من اللي وصلت نوبة ديالي باش نعم نجتمع مع المدير ومع المراد اللي بكلفة بالعمل مناجر دياله من اللي جيت دخلت عمري ما نسى ديك النار هادا كليكتما رواية عليها دخلت كنشوف اربعة الاسوماد الرجال تما والراجل اللي كنت انا دخلته وانا علمته هولندي رجال شاف ديالي اقسيمه ماشي كنكدب قبل ما نجلس قلت له في الاسم ديالي اللي مكلفة جد الناس كانت اما قلت له قلت له انا نوركش وفين هو الاسم ديالي قلت له رحمحنا عشو برخد ماء اخر قلت له شوف اللي يخليك قلت له عندي صداقة مع هدا ورعي ببرتوغال قلت له شوف مرحمة مدن ما كتاكوش يترب وما كتاكوش ربع رحمة مدن الله هنينو هنك ونوت وقف هيدا ودورت هيدا قلت له رحمة مدن ريبحك كوكاكولا في أمصر الله هنك قلت له شغل تعمل قلت له ما شوف حالي عشرة عشر دقائق خرش على برا صافي قلت له قلت له شوف وقلت له شوف رحمة مدن ما غرجعش خدمت امه قلت تقطع لحمة مدنه قلت له مشاكل شويش قلت له شيتا قلت له شوف وده بدأك تخدمت كوشي قاعد الكتاب ماشري الكتاب مهم بزاف مهم تكارفص وحد تكارفص بزاف في الاخر ساعة عملت خطن البزنس وقلت له هاداك الاول ديك سيدلي ما قبلتوشي على قبله اللي كان عمل واحد حاجة في الرأس وما كانت كل شي هي هاداك مشيت في حالي مشيتنا عنده واحد زميلة ديالي اللي كانت كانت تخدم معه سبع سنين قلت له نجيت بس نتسامح ما كان مشاكل حالي قلت له ما غد فيه شي قلت له قلت له غدتفتح شركة ديالك قلت له ما غدتفتح شركة ديالك وانا غدا بغى نعمل تليفون ثلاثة الاصديقاء ديالي هي هاداك بشيت نسلم على المرة رجعت بمئة وخمسين الاف دخول ده وسبعات من الناس وجيت ندار قلت نسي الباشي قلت له هالي وقع هالي وقع هالي وقع ياريت احنا عادتش ندار هادا مرة حمقه وزيد 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 يجاب أولاد ويجاب الأصدقاء دياله ويجاب الصوبة وحبه مهم بديت كان خدمت سبعة وثانين بديت كان وجدت سبعة وثانين خدمت ندار من البيد الناس عقبال ما عندي شي باش نكريه ان شاء الله عندي ماشي بززاف مئة وخمسين الاف ما يدتاشي حاجة ولكن كان الناس اللي كيبدا اولونا بديت مئة وخمسين هي هاداك بقيت تم خدامة كانوا عندي جوجد الناس في بيت الناس في الصباح من اللي كانوا قبل ما نسرسل كانوا عندي الفراش ونوجدهم منها لأنني كنت عندي بيت كبير الناس وما تفعل الإدارة بديت في سبعة وثانين في تعد وثانين شبرت جائزة أفضل بزنس هو من فوريا الأوروبا لانديك ساعات حالي وحل بومبة ترقت في هولندا لأنهم كنا كانوا تنظروا المرأة مغرابية ومن الجيل الأول كانوا قد تفعلوا كنت تتم بذرقة وخبرة ورأت معرفة معرفة في المناطق وحبت ل انتقاء فوقت لماذا كنت تتعلق دخولها لقد كانت 3 إلى 40% من العام من الناس الذين يعرفون أنهم يتقائب رخم من ختمة في هذا الأسلم وقالوا رحمها من شركة وعاد فطنهما بأنني عملت شركة ديالي وزيد 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 في أخر ساعة تقريبا 50% من فلوس ديالي وما نديته وما لقبل كل شي جن عني وهم سبع سنين اللي ولي قوزت واحد سبع سنين واحد شي ما يتصور شي وداب الحمدلله وصلنا عنا شاركة الجروب عنا ربعة ديال شاركت فيها وبنتي هي اللي ترقم رأس على الخدمة بنتي مرأة مرأة دائما سمحوا لي الرجال انا كنحبوهم ولكن انا كنقول بنتي وولد بنتي ارا ما اسمحيكم شو خنكون موت إلا عطيتوا الحكام من الراجل إلا لاتصارت الاسرة مارة اهي الرجال يخدموا مرحبا بيهم عندي عندي جد ولد بنتي وولد ولدي يقولوا مرحبا بيكم تخدموا ولا كيباش رأسنتم لا أبدا بنتي وميما هي اللي تتحكم ده من عام 2019 ومن عام 2020 مشيت في حالي كريت وخليتها باش خدم بيحدة باش مشيت سبرتوا حل إيضاير أخرى باش نعطيها الحرية ديالله ومشي الحمدلله مزيان بزيف وحتى زملاء والخدماء بدوك يحترموها لدينا الأول وقررنا مرحبا بيدي وعندها هي ثلاثة بنت أولاً وكانت واحدة لغاتش ببر وده براية هي عودة تدرب ومليت وصل الوقيتها عودة تدربتها وانت أمنى لكي نتمنى كمرأة بأن الأغلبية في العالم ليس أغل في المغري في العالم الأغلبية الرجل اللي كعتين الحكام كعتين بنته ولا مويدو مليكتكو عنده شاركة ولكن المرأة تعطين من البنت ديالها ولا نبنها ما كيهمشي ما كيناش يعني نبحث عنها كينة كينة أول مرأة ديال في فرنسا كانت تبع ديالك الشامطانية ما عفت شنو كيسميها هذيك اللي كانت عملية شاركة كتبقي كل شيء احنا عنا في هولندا ناس مشهورين ولكن الأباء ديالهم معطاهم وانا عندي ديالك الحامس بس نعطي فحلي كان عطي واحدة شنو كتسميها قدوة ان هذيكو كتانياً كان قلنا نساء احنا ما نكونوا ورجعنا معهم نسموه حتى يكونوا عنا في حالهم مشاركت في حالهم وماشي تخدم غير راسك حال ديالك الزلت يتبير لك عاي طوله خي تبيع راسك تكرير راسك خي تخدمت عنك تقريباً جد مليون ديالناس اللي كيخدمهم نايمي خصيك تعمل خدامة وتزيد 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 يوى دا بان عملي كنكون في ام صده مش حال هذي كنت كنقول الثانية ديال العمدة كقوله انا عم بيع شاركة ديالك يقولي لنا رحمة ما تبيعاش بزيف ديالناس بالسبب ديالك هم اللي عموا ديالشاركة الله يخليك منعك وكنت ملغة معك اقوله طلع لياي رقيبة صعبة عافتي ولا سواع اللي خدمتانا ما خدمتاش واحد كان قول بنتي اميما وخدت خلصني عشرين عام ما رديتاشي سواعي والجوز جيالي كنك يقولي رحمة لا حسبتلك سواع اللي كتخدم رانتينك تخدم كتر من الناس اللي كيخدمون لك عندك فالنظافة لقباً كنتوني كنتوني السبتو الحد دائماً خمستاشر عام لولاني كنت نجي جود نوبات في العام سيمانات سيمانة ولا سيمانات ده بعد الحمد لله هرتحت والحد دائماً والحد الان بقى خدم الحد دائماً بيتكان فكر في حتى شبرت طريق ديالي اللي كنت منها اللي وصلت بأن مرأة عند كيفش كقولي رب العربية شبرت استطاعة ديالي كان خروجه اللي كنت خروج كنجي جوجي لي فلساعة فلان فلان غنجي ماشي كان ماشي حاجر الولي ديالي اللي ارحموها كان امام كان عارف الحدود كل شي الحرية مخصناش نفهموها غلطة الحرية اللي دابة كيناة الحرية عوجة مرام فلساة خلي نهضره فهمتوا الحرية مبقاتش في عمل هادي ولا نفخ هادي ولا عدل هادي الحرية هناك كيناة والحرية كيناة في الاحترام الاحترام والمرأة ولا البنت مكينشي شي واحد جايم كله يعمل عليها تسعليها واللي عملها هي بنفس هي اللي اخذت حتى على مرأسها هادي الخرية موهما انا مني وصلت عرفت بانني وصلت شوية شو ورجعت شوية شمعروفة تما في هولندا النجاح يكون عند الله سبحانه وتعالى ماشي في الدنيا احنا خصنا نكونوا نكونوا ناجحين مع الله سبحانه وتعالى ديك الساعة بدت كان فكر باش نعمل الكتاب قلت انا ممكن ليش هاتشي كايما الطرق اللي دوستو لا في المغرب ولا مني طلعت ولا ثلاثة عندي دي الفورق عندي في المغرب جيهد اللي قوي السمع عندي مني طلعت من هولندا وعملت جيهد كتير وما خسرتش الجوجيلي على قبل الاغلبية بالنساء كيطلعو كيجبرو الضغط عليهم كيهربو من رجال ديالهم صافي كمشو جوجوب على هولنديين ولا ما كيجوجو شو صافي يا انا ربحت هذاك هذاك ربحت عندي باناني دافعت وعطيت عطيت الوالدين ديالي بدو كيحترمو والعائلة ديالي والعالم كيحترني لاخر ما سمحتي فيها وبقي لحد دي الان خمسين عمجو جوجوب ومن بعد مني قويس الحلقة الثالثة المسيرة الثالثة عاد دخلت في الحرب مع الهولنديين تحبلك غير دوز هيدا وصافي عادش انو دوز ما معه ومعه وتاني ودابا وسط من الدرجة الربعة دابا فاتساع دي الدرجة الربعة عندك لولا في المغرب التانية سرعة في هولندا تالتة مني دخلت نخدم وجبرت عن الضغط ديال الهولنديين مني دوزوا عليا غي هادك نقدر نكتب عليه دابا وسط درجة اخرى الربعة ودابا دابا نساع مني اي مطعم شيت فيك اخدم فيه عندي بزاف ديالخدمات بوح دي مغربية بوح دي وبعد نفسك ندخل كيقولوا هادي فلانا غادي تجي تعمل هيدا وهيدا عندي واحد بلا عاد الخدمات كيشوفوا فيه الناس اللي دخلتنا عندهم كيشوفوا يكعملوا اللي هيدا هيدا مأكدة بأنها يلي غادي كتقولوا من المديرة هي مأكدة هادي هادي يلي غادي تجين هنا ودابا مني وسط المطع الربعة فيما دخلت فيما خدمت وعندي بزاف ديالخدمات فيما خدمت تنقلهم خذكم دخلوا الاجانب عندي هاديك الاخندة ديالي فينوما الاجانب فينوما الاجانب فينوما الناس اللي قارين فينوما زيدو 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 زيد ميمكنش امصدام فيها تقريبا 60% الاجانب وانا كنشوف غين ناس اللي عندهم العين زرق انا عايتهم بلابه اوخه ها ودابا انشاء الله الكتاب ديالي كنكتبه التاني والثالت عندي ثالت هوا عندي معدل غادي نكتب الكتاب انا ما عنديش العينين زرق غاعمل الكتاب وحل عيننا زرقة وحل عيننا قهوية وتما غا نصلخ غادي نشوفش ندوز نحنا كاجانب والضغط انا هادك الكتاب غادي ما غادي نحشمشي مرا على قبل انا كنت انا بيتدعوه كنت كنمشي مع الكتاب ديالي ومشي ريان بزاب ديالنس كنمشي كندخلك يقول الواقيلة هادي هي اللي جا تعمل نظافة اياك وعطيها السوارس وعطيها الكودة ديال اعلم ما عندك ما تدخلش المدير ديالي اللي عندي يناني كان خالصوك يحشمك احنا الراس عيدة كنقل لا انا انا صديقة دياله مقار ما كنقلوه ما انا مديرة ولا كنمشي نعندي الكتاب الاخوه كنقلوه ما انا قوزنا الطرق انا ضغط علينا وخهنا المغرب كيفاش ما كان بلادك ما كانش شو واحد يقولك زيد هالطرق فين اياه فهمتوا بلادك عمرك ما تحس بي انا يقولك شو واحد شي في حالك كندخلك بع النفس عن كلينت ما كيشوفوش فيا كيشوفو في المدير المدير اللي معاني عنده عين زوراق كيقريس معاهم هيدا وكان وانا كنحس بالضغط كانت جوجيال 3 انا وكانت اللي كنقلوه وكان قولنا ننسي المدير انا كيقولوه اجبود الكارتة مليكي شبر كارتة كيقولوه شكوه انا بعطيتكم انتوه مليكي انا باستطيع الاخدارة كيقولوه للا هذا المره يقولك كي تخلصني اعاد كي تعوج الاسالي كانت كنت ادار معها كي تعوج اكدار معايا بس حملك شرحنا شبان غيبا نوات انا كنت كمشي اجتماعات ولا كتكوش حافلة ولا كتكوش حاجة كندخول مليك هداك يقولي شكا تعمل؟ هديك اتعاف مليك اطلق الناس يقولوا من عندي نظافة الشركة نظافة كيدوره وجههم ديرك نجيها اخرى شو هات المتينة عندك شركة نظافة شكا تعمل هنا؟ عادي يكونوا الناس ما قلسين حدايا أصدقاء هديك يقول عادي شفني هادفر عمال هدي وهدي وهادي وش برجاء هدي وش برجاء اجاعات تدوروا شويه هكا الان ما شو هي ترخصوا ولتهاتها ما شو هي ترخصوا لحوية ترخص ديال الضغط اللي كان كاين ولكن صبرت والإنسان اللي كي يصبر دائما كي نجح عمر الله تعالى وبركا ما يخليه تجريبة ديالي على قيب انه ممكن ليش الى الطور اللي ربي في العمراء الخالى للصحة ديك شو كامل يداز عليا وصبرت ونجحت وبقي شو برجاء مع القبر مستحيل هذا يجب أن يجعله الجيل الأول و الإيماجي الجيل المماراة على قبل، إذا ما صبرت شيء، عمرك لا تصل دائما يجب أن تصبر، وأنا صبرت، لدي صبر المؤمنين تذكر في سوالية، الهولنديين حتى هما من فتح الطرق، كانوا يقولون لك، الله رحمة لماذا يبقى أنت هنا؟ وأنت أخذك شيء الدرد، والراجد الذي يمشت كل ساعة يفكروني بأنني وحنا ومشيتنا عند شئ مشاكل عندنا في هولندا ومشيتنا عند شئ المشاكل، وكانت شئ قديم وكانت وقعت شئ مشكل في نيربي، كانت الطيارة تحت في أمص الدم، كانوا ماتوا شئ عن الناس أموري منسا، ماشي المشاكل كامين هيدا، ولكن هدي أموري منسا من اللي قتلوا مشكل هادا اللي وقاعها قال لي وان شاء الله ارتحنا منك الكوحلة وقصيمه، قلت لك تقول لي يا هادا الهضرالي اللي آنا ونحداك هيدا، قال لي لان تينا وخاتب قان تينا تينا عملت كتتمشى معانه وكتب لكن هما لا، عرفتيش هاد الكلام سمعناه هيدا كوصبرنا عليه وهنا المغرب وخد ضغط كايني بعض الحاجة ما بقى ما مسهلة شيء ولكن ما عندك راحة في القلب ديالك ما غادي تقول شيء قافلا، عملي ونصنعني ونفعلي ونصعني أنا وحنا وقع لي مشكل مع البوليس في أمصر دام واحد السيد عمل معي وحل هولندي عمل معي البسالة ما خلاني شيء يندوز وملي قلت له وقتين يندوز قال لي ما ما قل لك الهضرانة بلادك قلت له الله يلزوينا هادي تينا اللي باقي دا بغا تزبل فيها ومشيت وجريت وبلوكت ديكترا كاملة وقلت له خرج دابا إلا تينا كتزبل فيها خرج دابا قلت له خرج قل يانا عايد البوليس قلت له عايدة الملكة قلت له خرج دابا من هناك خليتك تخرج تجو البوليس ملي جو البوليس عمصر دام عندي الرابورت عادي كل شيء قلت له هاللي عمل لي همي قال لي الله هو ما عملكش العنصر إياها وغي يهدر معاك وصافي ويلي ويلي عرفتي كان بكي هيدا كيف تايش ديك الساعة ديك اللحظة هادك إلا بحنا خرجنا على الكتب عرفتي حكي باش حسيت ولا قلت ان ديك الاربان يالبوليس جو قلت له فوقسوا هادي تاع الساعدني النهار اللي غالت شفني كانت تحرق وهاديك النقطة هاديك هاديك النقطة معنا حشي بيها في بلادي عمري وحنا بوقت قلسة هناغي فح القهوة عادية في الطرق ديال تيطوان كنا كنا كلوشي اشي حاجة ما هكا وقايزة وبهيدا كو ديك الشمش وديك هادي قلت شوف على داولة شحر غزالة مكنشي واحدة يقول لي زيت حالك نبلادك ما اقولش ديك الكلمة الخعيبة فاهمتي ولا ديك الشي اللي كانت صعيبة وكانت طويلة واخش الشباب ديالنا دايما كيخصوا محرقوا وكيموتوا مساكن كيخلوا معاقلوا مرة جنة مرة ما كانش جنة تماما تماما ايلا مشيت الطريق العوجة في حاله مرة انتينا مزيانة اما لغا تشبر برد اسلام ديالك وكتشبر برد ديالي وغا تشبر هاديك رحت واحد ما يحبك عندي يقولك عليك يحبك ما كانش كاين ناس مزيانة ماشي كاقول لنا الهولندين كامله مشي مزيان ولكن الدغط علينا كتير بالسعف الدغط عليهم اخذ زبام اللي بدينا كان نقرأوا ودخلنا معهم الاسوام ودخلنا معهم الصوق ودخلنا معهم الزيل وكشي قبل هما كانوا مؤكدين يالكشي مدخلونا نقرأوا في ديك الساعة في العصر ريالي يقول لك غادي يجيو خدموا يمشي بحالهم ده بلا ده بأولاد نقرأنا واش بنتي غادي تشي تخدم في النظام واش بنتي غادي تشي تخدم النظام لجم غادي تشي بار مرتبة بزز منك لك شي كاقول لولاد المغاربة والأجانية في صفاعف كاقولوا قراءة قراءة على قلب الأقريتي ما غايدخلك شينتين على الزين ديالك واللون ديالك غايدخلك على راسك موخ ديالك محتاج فيه والأغلبين الناس اللي مشبرين الباكالورياء والناس اللي مشبرين الجامعيين كاملين كشبروا الخدمة وهدو كلين تحتك كشبروا الضغط طلبوا الله قلت نجاو جيالي قلت له بقاك يا عشر من المغرب قلت له جنة وتفراح قلت لي وانا ديما كنفكر انا شحيلي وانا كنفكر باش نعمل شي حاجة في المغرب وانا نأكده اذا عملت شي حاجة تنجح وانا عندي جريبة كبيرة انا عندي بزاف ديالشاركة ولك في النظافة انا اقول له مشتديك فخوخ فخوخ هو رسم خير في العالمة وانا في النظافة انا مخيرة في حالة انا خدمت من سبعة وسبعين تقريبا خمسين عام اقول الخدمة ديالي كامل يلا قلت لكم هذه ماشي نقية عندي تتكلم معي عليها كنشم الخدمة والكليين كنشمو غايك نسلم عليك انا عرفه واش غايكون معهم معي مزين والخدم كدلك وميتين عندي جريبة كبيرة واش انا مأكدة كتير باننا غايك نعمل شي حاجة ان شاء الله وانا كندرس ده بطعي طول الناس هذي 6 سنين هم معي كي تكون مختم يخدمون معي على فرنسيش أورخاني ساعش ديالي في كازابلانكا وفي مراكش انا بقى كان بحث ولكن اي حاجة عملتها خطيك تقابلها ولما تقابل شي غتخسر لك غتخسر لك وده بالحمدلله عندي واحد وقت شويش كافي مع البنت عادي نعطيها الديفينيتي في الاسهام في الاسم ديالي ان شاء الله يا ربي ديك ساعي مكلي هذي بحده يريت نختم في بلادي ولكن كاخف بعنا واتك نسمع ودك شي ولكن نسمع ناديك الخيطة ومش اش حال هذي سيدنا بيدكرو بخير رشحي لسينين هو عطينا واحد مهمة كثيرة هو اللي معلينا الراس وعطينا التشاج على الراس ديالنا الله نصره والله يشافه والله خليهنا دائما هو الامن ديالنا هو الاضوة ديالنا هو كل شي وربي الحبي بعطيه الشفاء تانط لاننا مش غنى تانط لتانط لا تانط الاخوة مزاف ودك شي ومقام طلب الله تعالى وبركادة بغاك نكمل واحد مؤسسة ودك شي وعندي واحد صديقة الذي يتهيه ثانيه من خيزة من هنا الخديجة اذا هيك اتوجد بخصوصة دخني معايا باش نتعاملوا الناس اللي بغوا يعملوا الامفستير من هولندا ونجيبوهم من المغرب هنرجعوا في حال الامباسادور ديال المغرب وهيك اتوجد الورق وأنا عندي دابا غدا عندي اتاني واحد اجتمع مع الوزارة ديال سياح إن شاء الله يا ربي ما كرهنا شي علاقة أولا ما كرهنا شي علاقة الدولة دينا تباك الله ما شاف وحدة نظام وحدة ستير وحدة إنو فاعتش يشكي تقولوا لا تقدمت بزاف هذه اللولانية وتانيا يا هدرا عاوت بالصراح إنا الضغط علينا تم كتير قبل كنا عايشين في الراحة قبل بقدر لك على خمسة وعشرين عام هذا ما بقعتنا شي علنا راحة أختي علنا الضغط بزاف الضغط عندنا ده في الحرب وقع في الدول الأوروبية كاملة بين الإسلام لكن تي مسلمة صلاحش مرة نهائيا صافي ده باك أنحسوا بدك الضغط دوش أنك تمنم ولدي أنا بيدو قال لي وش حالها دي قال لي ماما ما كره تيرجح بحالي المغرب أنا عيد صافي ولاد بنتي عندي جد عندي بزاف ولاد بنتي عندي خمسة تبارك الله تطال ولكن جد بنت اللي عندي ثلاثة بنت ولكن وحدة قلتالي وحدة قتلي جوش قالوا لي العزيزة وهذه حرقتني بزاف قلب دي قلت هاتشي سأسمعوه لا خمسين عام أنا فأوروبا سأسمعوا أولاد بنتي أقولوا لي العزيزة ما بغينا شي تحنا ما بغيناهم شي عفتي شنوك تحس بيها لقي بلك يقول لك أخ أبو طالب أحمد أبو طالب العمدة الكبير في روتردام كنت كان تنقش معاها هاتشي معنا كنت كان هضر على مشاكلة عنها تما قال لي رحما ما تخافشي الجيل الثاني سيكون شي غايت صلاح والجيل الثالث فلس مرة نهائي سنطلب والله تعالى وراكا واحد نهار عادي نفتحون جبراتنا هنا كاملين إن شاء الله يا ربي الله ياته خلينا سيدنا هاتك إستجرام و هاتك إنترنت خرجت على أولادنا و خرجت للشابب دينا و هاتك ديك شي اللي ما يقدرش للإنسان كي كي حمقو عبد الله يقول لك دخول تم ملايين غايت شبر و زيد و زيد و زيد رح هاتك فحس السم كي تلقوه كين الناس كين أوروبيا منعو لادو ما يشوفوا ديك شي احنا دلنا في هولندا علين غاي منعو تليفون منعا كليا في المدارس لابا هم خرجت طبقوا ديك القانون هاتك هاتك سياسة دخلت سم من العالم ما عقول شي ملايين دخلت سم كاكل لما بعدك خصائف ديك تليفون و ديك و ديك إستجرام و ديك زيد عليه و رح هاتك تهوه في حاله في حال مدمين كد ترجع مدمين عليه كد تجبر الولد ولا البنت كيتفرج في تليفون ديالو 8-12 ساعت في النار هاتك خاطر بزيال احنا ما كنقولو شي انترنت بحر و انترنت تعاونتنا و انترنت يمكن لك تبحث على اي حاجة و تعاونك في الدراسة و زيد و زيد و زرها ماشي كلها خيضة ولكن ده بالمشكل لكاين الشاباب الأغلبية كيشوفوا عندهم محل منظر على ديك إستجرام و على تيك توك و زيد و زيد و زيد و زيد يكونوا عندك الناس اللي متبعينك غتشبر الفلوس و زيد و زيد و زيد وبعدنا بتكتكر باش بيع الكدوب و زيد و زيد و زيد النصيحة ديالي لهم استعمل انترنت و استعمل إستجرام و تبقي كل شي المواصلات ديالداخل ولكن درس و حاول تكون راسك بيدك أقبل أكونت راسك بيدك ديك الخير و ديك البركات بخالك لليك انتنا و أنا بالنسبة لي لأنا ولكن بالناس زيار ما عايز مشي هاللهد ركا أقول أعلموا أولادكم التجارة الإنسان اللي أبغى و يزعم يعمل تجارة ديالي أقبل الخدمة مزيانة لأقبل ممكن نجا أخلي رجم كام لن يخدم ولكن أقول إلا خدمتي رسال رسال ديالك اللي ستدخل محسوب تترجع مدير لك توقف ولكن إلا عملت التجارة ديالك واحد النهار عندك البركة الله تعالى و ركا و تصين علينا واحد النهار غالي تختار شويش و تانيا اللي كن الشباب والناس و دايما إلا خدمتي و رزقك الله تعالى و باركة و ماشي في النجاح حاول ما تنساش الناس أخرين أمسي ألا أي درهم كتلكم عن الله من المال لك الخاص الله كيدا و بولك بعشرة و عشرين وهذه تجربة ما كانش فيها زعمة الله ما عملنا شي هنا باش غير نقلص نشبر الفلوس نعمل على قبل ما غال معنا مواجن القبر معنا مواجن الكبار معنا مواجن معنا عمل صحيح و الإنسان يلمشى نيشن و الترانسبراند و تدار فلوس ذياله حلال و ليس حرام حلال يه قبل ما تنساوش تأبونا فلاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية